لقطات عرضها التلفزيون الحكومي الإيراني لنحو 22 شخصاً معتقلين وهم يقفون معصوب الأعين في مواجهة جدران ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزارة المخابرات الإيرانية قولها إن إيران اعتقلت 22 شخصاً على صلة بالهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة قوله إنه تمت أيضاً مصادرة أسلحة ومواد متفجرة وأجهزة اتصال من منزل الجماعة الإرهابية المؤلفة من الخمسة الذين نفذوا الهجوم وكان أربعة مهاجمين أطلقوا النار على منصة بالعرض العسكري في الأهواز تجمع عليها مسؤولون يوم السبت لمتابعة حدث يقام سنوياً في ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988 وحملت طهران الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة المسؤولية عن الهجوم الذي أصفر عن مقتل 25 شخصاً بينهم 12 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وإصابة أكثر من 60 آخرين وقال متحدث عسكري إيراني إن المسلحين الذين هاجموا العرض العسكري تلقوا تدريباً على يد دولتين عربيتين خليجيتين ولهم صلاة بالولايات المتحدة وإسرائيل